فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان أحبتي المشاهد الكرامينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير وإهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر لا زال ملف المغيبين يتصدر الشأن السياسي خصوصا بعد لقاء السيد الكاظمي بعوائل المغيبين قسريا والمختطفين في كل من صلاح الدين والأنبار رسالة الكاظمي كانت إيجابية باستقبال هذه العوائل لكن اليوم نبحث عن تنفيذ السيد العبادي في وقتها أيضا كان له دور في إثارة مثل هذا الموضوع لكن على الواقع لم ينفذ أي شيء خصوصا هناك شكوك كثيرة تحوم حول جرف الصخر بأنها تأوي سجون لمغيبين ومختطفين من الصقلاوية ومن صلاح الدين ومن الأنبار ومن مناطق حزام بغداد أيضا كان معي قبل سنوات في لقاء في هذا المنبر أيضا أحد نواب صلاح الدين وذكر أن هناك أربع سجون لفصائل معينة هذه السجون في الحمرة وفي دور الستمية بالبياجي الحمرة التي تكون بين البياجي تكريت وأيضا في المطار وأيضا في جرف الصخر وهذا الأمر بذمة السيد النائب خصوصا أن هناك ربما حتى شكاوة رفعت على السيد النائب بسبب هذا التصريح وما رد نذكر اسمه لأنه صال لتشمي ومستلم منصب جديد فخلوا يتهن بالمنصب الجديد ملفات كثيرة سأناقشها مع ضيوفي مقرر للجنة النيابية القانونية النيابية النائب عن تحالف القوى أستاذ إحلم مرحبا بك حياك الله حياك الله وأيضا النائب السابق والقيادي في جبهة الإنقاذ شيخ كامل النواف الغريري حياك الله شيخ نعم جبهة إنقاذ التنمية حياك الله ونعم منك أبدو أكس ساذ يحيى الكاظمي في خطوة إيجابية ربما تبعث الطمأنينة والأمن لدى عوائل المغيبين المختطفين خصوصا ربما الكثير من المغيبين تربطك بهم صلة قرابة هذه الخطوة هي إيجابية وتعهد السيد الكاظمي واعتبر هذا الملف هو ملف مهم وحساس وربما حتى العراق يدان بسبب هذا الملف ملف التغييب والاختفاء القسري الكاظمي جاد في الكشف عن من يقف وراء هذا الملف وأيضا الكشف عن أين اختفوا الآلاف من المغيبين بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والشيخ نواف والمشاهدين الكرام طبعا ملف المغيبين هو من الملفات المهمة التي لا زالت تنتظر الحل من قبل الحكومات المتعاقبة وملف المغيبين هو ليس وليد اللحظة وإنما هو من بعد أحداث 2003 ولحد الآن لم يعالج ولم تكن هناك أي خطة وطنية لمعالجة هذا الموضوع وخاصة أن العراق قد شهد منعطفات خطيرة تتمثل بالطائفية والتواجد القوات الأمريكية في ذلك الوقت إلى أن تفاقم هذا الملف بعد أحداث داعش وسيطرتها على أكثر من ثلث من مساحة العراق الكاظمي اليوم هو أمام امتحان صعب جدا وأمام التزام إعطالي الكتل السياسية وخاصة كتل المكون السني أثناء دعمه لأن يكون رئيس وزراء نحن هو نطاكم طبعا طبعا تمام وقد ثبت هذا الالتزام عليه في البرنامج الوزاري الكاظمي بصراحة هو جاء في وقت يعني صعب ووقت حرج ومع هذا وذاك هو الآن أعطى التزام على نفسه وهو أمام هذا الامتحان مثل ما قلت التقى بممثلي من عوائل صلاح الدين وممثلي من محافظة الأنبار أيضا وهذه خطوة إيجابية تحسب له ولكن هذا لا يعتبر أيضا بداية العمل وأنما هذا يعني يعتبر من ضمن الاهتمام طيب الموضوع أيضا تزامن الآن يعني إثارته بشكل واضح مع صدور تقرير الأمم المتحدة اليونامية ومفوضية حقوق الإنسان بأنها ثبتت لألف حالة في محافظة الأنبار وقالت بأن هذه الحالات ممكن تعمم على نفس الشاكلة في باقي المحافظات لأننا لدينا في محافظة نينوى الآلاف ولدينا في صلاح الدين وكركوك وديالا وبغداد وحتى مناطق الشيخ نوافي مناطق المحمودية شيخ كامل نواف وكذلك مناطق الشمال بابل مناطق المسيب وجرفة صخر كل المناطق التي شهدت العمليات العسكرية أو كان وجود لتواجد العسكري كل هذه المناطق فيها مفقودين تم فقدهم أثناء العمليات العسكرية وهذا في المصطلح القانوني الدولي يسمى الاختفاء القسري هذا التوصيف هو توصيف قانوني يضع الدول التي وقعت معاهدات الاختفاء القسري أمام المسؤولية القانونية لذلك العراق لا زال هو لم يتمكن من هذه المعاهدة ونعم وقع على المعاهدة ولكن لم يتم تشريع القوانين التي تترجم يعني الالتزام الدولة العراقية بهذه المعاهدة عندي سؤال مهم شنو اللي أخر تشريع هذا قانون الاختفاء القسري وأعتقد هو قرئة في البرلمان أم لم يقرأ قراءة قرئة ولكن سحب من قبل يعني الحكومة حكومة عادل عبد المهدي في ذلك الوقت يعني قراءة قراءة حكومة عادل عبد المهدي استاذية بالاختفاء طبعا تعرف الملابسات المظاهرات وكلها أيضا تقع هي ضمن هذا الموضوع طيب والحجة كانت هي حجة أيضا قانونية بأنه القانون فيه جنبة مالية فيجب عرض على مجلس شورى الدولة ومن ثم المجلس الوزراء ويرسر مرة ثانية إلى مجلس النوار شنو طبيعة هذه الجنبة المالية جنبة المالية أكيد طبعا نحن نتكلم على المفقودين أعداد كبيرة جدا يعني تصل أكثر من 30 ألف 40 ألف 50 ألف ممكن تكون أعداد المفقودين الذين فقدوا أثناء العملات العسكرية وبالتالي هؤلاء عوائلهم سوف يكون لهم حقوق عوائل المفقودين الذين لم يتم مثلا العثور على يعني ذويهم هؤلاء سوف يكون لهم حقوق في الدولة وبالتالي القانون عندما يشرع يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار يعني التوقعات المالية التي سوف تكون في ثناء هذا القانون لذلك المجلس الوزراء سحب القانون من أجل دراسة في مجلس شروع الدولة ولكن هذه الدراسة أو السحب غير مبرر بصراحة يعني خاصة قد تأخر أشهر لذلك تبقى الريبة ويبقى الشك لدينا كنواب وكذلك لدى الجمهور وذول المفقودين بأن الدولة تماطل وتسوف في عدم حسم هذا القانون والبحث عن مصير ذويهم لكي الناس تعرف حقيقة هل هؤلاء هل هم أحياء أو أموات هل هم في السجون يعني ردت فعل البرلمان عندما قرأ هذا القانون كقراءة أولى كان مدعوم لا شوف أتكلم لك كتل سنية والكتل الكردية تقريبا غالبيتها هذا ملك مع تشريع هذا القانون وقسم من الكتل الشيعية وقسم من الكتل الشيعية الأخرى لا تريد تشريع هذا القانون لأن تعتقد بأن هذا القانون إذا ما تم تشريعه وثم محاسب لربما يطال البعض المسؤولية وكل دول العالم المسؤولية تقع على الجهات التي كانت مسؤولة على ذلك القاطع نحن فقط في العراق هذا الملف من 2003 ولي حد الآن لم يفعل ولم يحاسب ولم يتم اتخاذ إجراء بأي مسؤول من القيادات الأمنية المسؤولة على تحرير أو قاطع المسؤولية في ذلك المكان مثل ما قلت السبب أنه دولة ضعيفة والدولة غير قادرة بصراحة على بسط الأمن بشكل كامل وغير قادرة على محاسبة أي شخص حال حال أي ملف من الملفات الأخرى سواء كانت الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان أو غيرها جميع سأعود لك شيخ كامل النواف مرحبا بيك وحياك الله هل هنا هل توجد هناك الله يحييك الله يحييك ومحيي قناتكم الكريمة الله يبارك بيك ومحيي ضيفك الكريم ونعم منكم هل هناك رغبة حقيقية لدى حكومة السيد الكاظم اللي فتح جميع الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان هذه نقطة النقطة الثانية هناك الكثير من المغيبين والمختفين قسريا في حزام بغداد التركيز دائما على الأنبار وصلاح الدين ونينوى بينما أعتقد الأعداد في حزام بغداد تضاهي الأعداد في الأنبار وصلاح الدين تفضل أخي العزيز بالنسبة ما هذا الملف اليوم أصبح من الملفات المعقدة وعدم الوصول إلى نتائج مع الحكومات من حكومة حيدر العبادي إلى حكومة عادل عبد المهدي إلى حكومة السيد الكاظمي اليوم نحن نجد هذا الأمور عندما كان هناك السيد الكاظمي وإحنا كجبهة الإنقاذ والتنمية فكانت من مطالبنا الأولوية التي طرحناها على السيد الكاظمي هو ملف المغيبين والمختطفين التي هم عوائلهم تنتظرهم وهذا الأمور يجب على السيد السيد الكاظمي أن يوضع أولوية لهذا الملف لأن هذا الملف ملف خطير جدا اليوم الناس عندما حصل ودخل داعش إلى المناطق من الأنبار إلى الموصل إلى مناطق عزام بغداد أخي اليوم المعركة في داخل عراق أين ذهبت هذه الأعداد الكبيرة أين ذهبت هذه الأعداد الكبيرة اليوم عندما نأتي إلى إحصائية وتشوف الإحصائية الكبيرة بالأعداد وعندما نسأل أي جهة كل رئيس دولة يستلم والمماطلة إلى أن تستلم من أربع سنوات وما نطلع بنتيجة وهذا الأمر هذا الأمر يجب على السيد الكاظمي بكونه يحمل كان ضابط مخابرات رئيس جهاز المخابرات كان ويعرف هذا الرجل يعرف يجب عليه أن تكون هذا الملف ويمسك هذا الملف وهذا الملف يجب عليه أن يكشف عن هذا الملف وأظهار الحقيقة يا أستاذ مغداد اليوم نريد العدالة العدالة أين العدالة عندما تكون من المغيبين والمختطفين والعوائل تنتظر واليوم لا يحسبوهم شهداء اليوم أكثر من خمس سنوات أو سس سنوات حسب القانون أن يحتبروهم شهداء وهذا الأمر ولا يكشفون عنهم ما يكشفون عنهم هل هم موجودين في العراق هل هم موجودين في السجون فهذه مهمة من؟ مهمة الحكومة ومهمة القادة العام لقوات المسلحة ومهمة رئيس الدولة طيب شيخ كامل أكو نقطة أنت أثارتها طبعا أثارت انتباهي أن السيد مصطفى الكاظمي كان رئيسا لجهاز المخابرات في ذاك الوقت معناها هو عند علم بينما مكتب الإعلامي عندما صرح قال واستمع السيد رئيس الوزراء إلى قصص مؤثر إلى قصص إلى قصص مؤثرة جدا يعني معناها هو ما يدرب هذه الأمور كلها لا أخي العزيز اليوم أشوف أحش الكياها احنا بالنسبة للسيد الكاظمي اليوم يعرف شكه بالعراق على شكياها هذا الرجل ما هو تواجه للعراق وتوسلم رأسة الوزراء أو كان خارج العراق وتوسلم رأسة الوزراء اليوم احنا ما نريد أن السيد الكاظم يسمع القصص ولا نريد أن يسمع قصص من الناس اللي هم اللي هم راحوا هلهم اليوم احنا نريد الحل نريد العدالة كيف تكون هناك عدالة لإنقاذ الناس أو الكشف عن عن مصير مصير هذه الناس اللي راحت بالآلاف وثانيا يا أخي العزيز هذا إذا مثل ما تفضل السيد النائب استاذ يحيا يقول لك هذا الملف إذا فتح حرايحي يكشف حقائق كبيرة ويكشف حقائق على هذا وتحاسب جهات التحاسب ومنها جهات مسؤولة في الدولة التحاسب عين ذهب بالمختطفين والمغيبين طيب إذا فعليا اليوم سبقولتك وقولت استاذ يحي أنه تتحاسب أو جهات مسؤولة ربما ستتحاسب إذا فتح هذا الملف معناها أن هذا الملف لن يفتح في الوقت الحالي وكل ما عمل السيد الكاظمي هو مجرد شوء إعلامي وإحنا ما رح نحصر شيء والسؤال الثاني الأهم شقدت تقريبا عدد المغيبين في حسام بغداد تفضل والله يا أخي أعداد كبيرة والله يا أخي تطلع بالـ 18 ألف عندنا تقريبا 18 ألف أكثر من 18 ألف مغيب ومختطف تعرف أنت قسم تقريبا هي حتشي لك على حسام بغداد نعم فقسم منعتهم اللي هم تعرف عندما حصل النزوح وقسم منخاذه عندما المناطق اللي كانت محصورة بين مناطق الأنبار وبين العفو الفلوجة وبين الإمسية وبين هذه المناطق فراحت هاي الناس وأعداد أعداد كبيرة عصائية نعم طيني جنوب بغداد تقريبا نشقد أكو مغيبين وأكو معتقلين وقدرتوا توصلونهم أو لا والله يا أخي هسا تعرف أنت قسم منعتهم حسا حاليا العوائل نعم العوائل موجودة وذهبنا نحن العوائل وكانت عندنا أحصائية وجارت بالأسماء معنا جارت بالأسماء لكل واحد اللي هو مختطف مقيب سجين احنا عندنا أحصائيات اللي موجودة بس تعرف نحن نسوها على شكل قوائم طين ونوديها إلى جبهة جبهة الإنقاذ وتكون هناك أحصائية كاملة بكل القوائم اللي موجودة وهاي مهمة احنا تحملناها المهمة وجاي نعمل عليها وكانت زيارات ميدانية إلى العوائل وزيارات ميدانية وأني الناس تواصلت مع هذه العوائل وأنطونا لعدد الأسماء المختطة في المغيب السجين طيب شون علاقتكم يتحالف القوة هلأيام بعد زيارة السيد الحلبوسي للسيد اللي جي فيه والله يا أخي ما عدنا احنا شيلاء احنا ما عدنا تقاطعات أستاذ مغدا احنا ما عدنا تقاطعات مع الجميع طيب احنا نريد أن الناس أن تكون تبحث عن بلد عن وطن عن العراق أن لا نريد احنا لكيف اللملمة جراحنا جراح العراقيين اليوم خل نبتعد عن الصراعات ما تخدم الصراعات طيب لا أريد صراعات ولا أريد فتش يريد احنا كيف أن ننمج جراحنا ونبني هذا البلد بكل أطيافنا بكل مذاهبنا بكل قومياتنا طيب هذا اللي احنا نفكر به طيب راح أعود بهذا السؤال أستاذ يحين شون علاقتكم يا جوة إنقان أموركم طيبة طبعا اليوم يعني الجميع يشعر بالحرج بصراحة سواء كان بين المكونات أو بالمكون الواحد فبالتالي يعتقد الجميع يحس ويعتقد ويشعر بأنه واجب المسؤولية عليه أن يتنازل عن بعض القضايا وبعض الأمور ويعمل يدم بيد من أجل عبور هذه المرحلة يعني الآن الجميع يعني ينتظر لتأسيس مرحلة قادمة وهذه المرحلة القادمة مرحلة جدا مهمة لتصحيح أخطاء الماضي وذلك أنا أعتقد سيد الأسامة النجيفة أو من معهم للأخوة من النواب السابقين النواب الحالين هم لا يتحملون المسؤولية ويشعرون بالمسؤولية وكذلك السيد الحلبوسي وتحالف القوى العراقية فكانت هذه خطوة جيدة وأعتقد هذه خطوة سوف تؤسس لترتيب الأوراق الداخلية ترتيب أوراق البيت السن البيت السن طبعا جزء منها بضافة إلى العلاقة مع المكونات الأخرى لأن اليوم الجميع هم أمام المسؤولية فضلا عن التوجهات بالأطراء العامة لدعم السيد الكاظمي في عادة هيبة الدولة طيب ويعني إحقاق القانون وفرضه على كل المستويات ذكرتي نقطة مهمة قلت إحنا كان من ضمن الاتفاق على دعم السيد الكاظمي هو موضوع المفقودين والمغيمين والمختطفين والمعتقلين نفذ شيء سيد الكاظم من هذا الشروع أبدا هو لحد هذه اللحظة مثل ما قلت ولو كلمة قاسية هي استعراضية طيب يعني أمور استعراضية لأن الملفات التي هي على عاتقه هي ملفات كبيرة جدا بصراح ولا يستطيع فتح جميع الجبهات لذلك هو يحاول تأسيس لإعادة هيبة الدولة وكل ما يحاول في جهة معينة يجد يعني أو يلقى ردات فعل تحول في أنه يعني يمضي بشكل سريع لإعادة يعني هيبة الدولة في أي جزء من الأجزاء لأن هيبة الدولة هو مو قانون يعني يجو نفذ الحركة قال نحن يعني نستعد لإعادة قريبا سنستعيد هيبة الدولة والقانون هاي القريبا يمت ما أعرف هذا عنوان يعني عريض طيب ولكن يعني تفاصيل أو إجراءات يعادة هيبة الدولة هي لن تكون في حركة معينة أو في اعتقال شخص معين أو تسليم قطعة سلاح لشخص معين وإنما هذا برنامج كامل يعني لـ 17 سنة تقريبا الدولة هي في يعني مخالفات وفي إجراءات غير صحيحة لبناء دولة صحيحة وبالتالي هذه التراكمات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تأسيس صحيح فالكامل يحاول يعني هذه أيضا من ضمن التزامات في البرنامج الوزاري بأن يعمل على إعادة هيبة الدولة والتهيئة لتأسيس أو للانتخابات القادمة هذا تقريبا هنا أبرز يعني نقطتين فداخل مسألة إعادة هيبة الدولة تأتي يعني الملفات الكثيرة ملف الفساد ملف حصر السلاح بيد الدولة تهريب النفو المخدرات يعني الفوضى العارمة الآن في البلد فضلا على الموضوع المغيبين الموضوع المعتقلين إعادة الإعمار النازحين كل هذه القضايا ما تزعم السيد الكاظم بهذه الاتفاقات التي اتفقتوا بها أنتويا هو الآن بصراحة أنا أحكيه حتى يمكن الأخوان في جبهة الإنقاذ ويمكن يتكلم شيخ كامل في هذه القضية نحن الآن داعمين سيد الكاظم في حقيقة في أي إجراء يستخدم لعادة هيبة الدولة ولكن مثل ما قلت هي ملفات كبيرة تواجه السيد الكاظم وسيد الكاظم الآن بدأ يتحرك دوليا وإقليميا من أجل أيضا لكن هذا ملف يخص مكون طبعا مئة بالمئة شيء أكيد يخصشه منتو تحديدا أكيد وهذا تأخيره لا يعذر السيد الكاظمي من مواقف السنة تجاهها بصراحة لأن النازحين هذا ملف مهم جدا سواء النازحين داخل المحافظاتنا أو خارج محافظاتنا داخل العراق أو خارج العراق هذا أيضا ملف في عاتق السيد الكاظمي ملف المغيبين والمقتطفين الذين فقدوا أثناء العمليات العسكرية وهم آلاف مؤلفة هؤلاء أيضا عوائلهم تنتظر وأيضا يعني مصير أبنائهم أيضا في يعني مفقود وهل هم ممعتقلين أو لا هذا أيضا يعني يجب أن يحسن وحقوقهم أيضا يجب أن تعطى حقوق الموضوع هذا القانون اللي بيجنبه معني مئة بالمئة ولكن خلنا نشوف سيد الكاظمي لحد الآن السيد الكاظمي لحد الآن هو ما خطأ أي خطوة يعني إيجابية بهذا الاتجاه لأنه يفترض أن تكون هناك لجانة تحقيقية جهة معينة تعمل على التحقق من هذه يعني الحالات اللي موجودة في كل محافظاتنا والعمل على أحصائها وتدقيقها ومن ثم نروح إلى الإجراءات القانونية الأخرى الملفات اللي على الكاظمي الآن اللي موجودة حقيقة هي ملفات كبيرة جدا وضخمة يجب أن نساعده نحن نساعد سيد الكاظمي في صراحة بهذه القضايا لذلك نشوف نحن دعمين لسيد الكاظمي رغم الملاحظات الكثيرة والتأخير الواضح في عدم تحقيق الالتزامات اللي وعد بها المكون السني سواء كان التوازن أو كان ملف النازحين وملف المغيبين والمعتقلين وإعادة اعمار من أطقنا نسيلا هاي كل الملفات السيد الكاظم ما نلتزم بها وياكم طبعا لحد الآن ما شفنا أي خطوة واضحة وإيجابية تجاه هذه الملفات يعني مشكلة طبعا مشكلة هو أكيد يعني سيد الكاظمي سيد الكاظمي شنو هالقلب الطيب هذا مو شغلة احنا هذا خلنا نقول لا احنا رجال دولة سيد مقدار احنا رجال دولة واحنا جزء من هذه الدولة والدولة هي بيت العراقي الكبير والآن محافظاتنا البغداد ومحافظات الوسط والجنوب تشهد عملي يعني مظاهرات واعتصامات وفي بعض الأحيان المحافظات تخرج عن السيطرة وبالتالي وضع الدولة ووضع قلق ولكن احنا من مبدأ المسؤولية وشعرنا بالمسؤولية احنا واقفين مع الدولة ومع السيد الكاظمي في يعني عادة هيبة الدولة ويعادة هيبة المؤسسات لكي الجميع نحتمي بالدولة ولكن هذه القضايا هي تبقى في مسؤولية الكاظمي ويبقى هو مسؤول عليها ونبقى نطالب عليها أن نطالب بها إلى أن يتم إنجازها وتنفيذها طيب جيمي سأعود لك أردأ أعود لك منف أنت كنت شاهد يعني استقبلت كثير من العوائل في ذاك الوقت وأيضا أردأ أعود لك أنه للشارع السني شلون يلقي باللوم عليكم بس هذا سؤال نفسه سأعود شيخ كامل أعود لك الشارع السني اليوم يلقي باللوم على المسؤولين السياسيين السنة سواء تحالف قوة سواء جبهة انقاذ مشروع عربي وإلى آخره قدمت للمكون وليش ما تتحركون على هذا الملف وتفعلونه وفي فترة السيد العبادي شيخ كامل أنت كنت نائب شلون اشتغلت على هذا الملف خلنكون واقعين بصراحة تفضل والله يا أخي العزيز هذا الملف خلقوا أحكي لك بصراحة هذا الملف كان ملف ماكو مطالب بي بشكل قوي من قبل كل قادة السنة ضيئ فكان هذا مهمل وكانت هناك يطالبون بالمناصب والاستحقاقات أخي مهذا ملف مهم هذا يخصها لك ويخص الناس المختطفة والناس المدمرة واليوم احنا والله مهتمين طيلة هذه السنوات كيف تكون عندنا اجتماعات ليلا ونهارا مع الكتلة الشيعية ومع الحكومة بل كتحنا نحصل كم منصب وكذا أخي احنا لو مخلين في أولويتنا هذا الملف ما للمختطفين والمكيبين ونقولهم يا أبا احنا ما نشترك بالحكومة لو هذا الملف أن يتمرر وهذا الملف أن يكشف يكشف هذا الملف ونوصل إلى حقيقته يا أما احنا لا والله ما نشترك احنا لا بالعكس الانقسامات اللي حصت بين المكون السمني وكل من يقول يا أبا والله خلي أروحاني أذهب إلى الحكومة تفاوض على الاستحقاقات وعلى المناصب ليشوه منهتم بهذا بهذا الملف الناس اللي تنتظر خلع تشيكي منه اللي كان كان الرئاسات النواب اللي استلمى والقصد رئيس مجلس النواب من حتى هذه اللحظة ما اهتموا بالملف المغيبين والمقتطفين أكل عزيز احنا اليوم ما عدنا بحيث اهتمين اهتمام هاي السنوات الماضية من الالفين واربعة عشر من الالفين واربعة عشر لا تحسب من الالفين واربعة عشر لير تحسب من الالفين واربعة عشر على مدماء عندما دخل داعش وحصل هناك اختطاف ومغيبين شيخ كامل واليوم احنا اصبحنا خلي نكون ليش مو من الفين وثلاثة ليش مو من الفين وثلاثة لان خاف رح اقول السيد وسامن نجيفي هم كان رئيس برلمان هيش لا لا كانت الاعداد انت تعرف صحيح بس انت الاعداد اللي عندنا اللي راحت اكثر عدد الاعداد اللي تكاثرت هي من الفين واربعة عشر عندما الناس نسحت من الفلوجة ونسحت من الانبار وقسم منعتها من حزام بغداد وهنا صار راحت هاي الناس اللي راحت مغيبين ما نعرفهم وين انت هنان احنا لو ما بعد لو ما بعد اللي هم السادة اللي هم تعرف انت اكون عندك زعامات سنية والزعامات السنية يجب عليها ونحن طالبنا وحشينا بعض اللي هو عبد الكريم عارطان الرجيل كم مرة تحدثنا واني كم مرة حشيت وقلت لهم يا با يا اخوان ترى هذا يجب علينا ان نحدد موقفنا اتجاه وهذا الملف يجب علينا نضغط على جميع الجهات لكشف الملف النازحين والمقيبين والسجناء اخي هسا انت عندك الجائحة جائحة كورونا داخل السجون والسجون هسا حاليا الناس جاي جاي في داخل السجون جاي جاي تموت حاليا وماكو واحد اي طالب انت لواش انتم الموجودين هسا حاليا تعرف انت الناس اللي موجودين هسا والسيد الحلبوسي يجب علينا ان يكون الى المبادر العول اوثق يا اخي حتى يتصون بنا من السجون يتصون بنا يا با ترى احنا وضعنا ما يفيد الناس وصلت الى مرحلة الانهيار شيخ كامل ليش لم يكن بالاولويات هل كان هل من تسنموا مناصب بالفترة الماضية او حتى الحالية يخافون على منصبهم هي تريد توصل لرسالة وما قدروا يتحركون وحتى انتم في فترة تشكيل لا والله اخي تدري انت انت ترى انت نقطة مهمة اقول لك شيخ كامل هاي نقطة مهمة اي هاي نقطة مهمة كنا نواب كنا نواب نعم نقطة مهمة هي ان حتى سيد محمد تنفيق علاوي زار السيد النجيفي ليحصل على دعمكم في استلامة منصب رئيس وزراء صرفتوا يا هذي السالفة نعم فضل نعم والله يا اخي خلح شي لك احنا بالنسبة كل رئيس وزراء كان بالبداية كان محمد علاوي وعدنان الزرفي والكاظمي قلنا لهم احنا ما ريد كل استحقاقات طيب احنا عدنا اولا ملف المختطفين والمقيمين والناسحين وانتخابات مبكرة والكشف عن قتلة المتظاهرين طيب نبزل نليتهم كل شو ما ريد من عدكم طيب فالرجل الرجل الكاظمي قال والله هاي المطاليب مولكم مطاليب مشروعة مطاليب مشروعة هاي وهاي عامة وإحنا 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 إن شاء الله وبيعون الله بس نستلم إحنا إن شاء الله ننفذها فحاليا ومتواصلين مع سيد الكاظمي لحت هذه اللحظة متواصل السيد النجيفي مع سيد الكاظمي والمطالبة الشديدة على هذا الملف الكشف عن الملف المختطفين والمكيبين ليش يا أخي اليوم إحنا طالبنا أنت تراجع على القنوات الأخرى وشوف إحنا كم من الالفين من الالفين وستعاش للالفين واربع عشر للخمسة عشر إحنا نطالب من خلال القنوات شوف كم مرة أنا متهجم ومتكاون بالقنوات على المودي المختطفين والمكيبين والناس اللي راحوا وما نعرف مصيرهم وين طيب راح أرجع لك خلي أن تقل بهذا بهذا السؤال الأستاذ يحيان كانت قدرون نتقولون ما نشترك بالحكومة هذا ما يقول الشيخ كامل مرأيان ما نشترك بالحكومة مثل ما سأوجبها تنقاض ما نشترك بالحكومة إلا تحلونا ملف المغيبين وهذا الملف لم يكن بالأولويات من الفين واربع عشر لحد دلال لاب بالأولويات السيد سليم الجبوري باعتبار يعني الكثافة المخطاطفين والمغيبين في هذه الفترة ولا من أولويات السيد الحلبوسي هكذا يقول الشيخ كامل فضل والله 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 لأنني مرد أجاد الشيخ كامل هوية ولكن الشيخ كامل جلد بقادة السنة والمكون السني أكثر ما يذهب إلى توصيف الخلل واللي الخلل مو بيد زيد أو عمر لا بيد شيخ كامل من شان عضو ولا بيد آني الآن ولا التأثير هو بيد أسامة النجيفة أو بيد الحلبوسي أو سليم الجبوري أو غيره التأثير هو بيد القادة العام القوات المسلحة ورئيس الوزراء اللي هو يعني كل السلطات التنفيذية والأمنية اللي هي بيدة دائما المكون السني هو مكون مهمش ومن 2003 واللي حد الآن والتهميش واضح جدا ونحن الآن مشاركين وليس شراكة مشاركين وليس شراكة وهذا واضح جدا وبالتالي اللوم لا يقع على سيد أسامة أو سيد محمد الحلبوسي أو دكتور سليم أو اللي قبلهم اللوم يقع على السلطة التنفيذية ولكن إذا ما أردنا نتكلم على المكون السني والقيادات والتشتت فهو شيخ أول الناس اللي يعني يلامون أيضا هو جزء هو جزء لا ما يصبح يعني واحد يبعد نفسه عن المسؤولة مثل ما أنا الآن جزء وبالتالي كل اللي يشتركه بالعمل السياسي كانوا بـ 2014 وما جزء طبعا كل جزء من اللي نحن المفقودين بالبداية قلتها وأنا عارف شي أقول أنه من 2003 ولحد 2013 عندنا مفقودين مناطق هو مناطق الشيخ كامل مناطق اللي كانت مسيطرة عليها بال2006 و7 و8 الميليشيات تم اختطاف العشرات والمئات هؤلاء أيضا أين هم هل هم أحياء أو أموات هذا أيضا هو جزء من ملف المفقودين أو المختطفين ولكن تعظم هذا الملف بعد 2013 يعني 2014 و15 و16 أثناء التحرير وأثناء النزوح والعودة في سيطرة الرزازة وغيرها فقد الآلاف أيضا من الأبنان ذلك هو ملف واحد متكامل من 2003 ولحد هذه اللحظة الحكومة أي سلطة تنفيذية بكل مؤسسات الدولة هي مسؤولة مسؤولة مباشرة عن البحث ويعني معرفة مصيرهم ومحاسبة من ارتكب بإخفاء هؤلاء موجود في كل دول العالم أنا اليوم كنت الصبح يعني أشاهد تجربة راوندا اللي هي دولة في نصف القارة الأفريقية تعدادها ما يصل إلى 12 مليون كانت بيها يمكن وصل 12 وصل مليون تقريبا عدد الضحايا اللي صقطوا بسبب النزاع الطائفي في ذلك الوقت ولكن عندما جلس العقلاء وجلس الحكومة وبدأوا أسسون لدولة جديدة زارت كل هذه الإشكالات وشرعوا القوانين وعوضوا المغدورين وبني الدولة والآن راوندا هي من الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا هل تقريبا على مدى تبرر لكم لكن هم مشاركوا بالحكومة هذه قالوا من شارك إذا ما تفعلون ملف مغيبين قتلت مدقي هاي الكلام مدقي ثانيا هم عندهم الآن وزارة هم وزارة التجارة في جبهة الانقاذ الخميس الخنجر موجود بس احنا مرد ندخل بصراحة لأن ملف المغيبين هو ملف يعني مؤلم بصراحة من بوع على وزارة أو مديري عامة ارجع لك الوقت 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 المستهد يحيي هسا يا الله سمعنا به عندنا وزارة ما نعرف ما أدري عبارنا نتوسط يمك شيخ كامل شيخ كامل والله يا أخي والله أخي ما أكو لا وزارة ولا شي كل وزارات ما كل وزارات ما عدنا عبارنا توصط يمك مدام وزير التجارة طلع لكم عبارنا توصط يمك بلكة البطاقة التموينية يصرفوننا المفردات البطاقة التموينية هلا هلا بالحالم لا طحينات لا زيتات لا كريات السيد النائب استاذ يحيه أدري شون هاي شون هاي طلع عدنا وزير المشروع العربي المشروع العربي المشروع العربي المشروع العربي ومشاركين فأنتو ضائمين إنتو ضائمتوا قلتوا أحلى مريض خلاص فأنتو جزوا أيضا إحنا ما عدنا تقاطعات شوف أستاذ أستاذ يحيه إحنا ما عدنا تقاطعات لاوي خميس الخنجار ولاوي الحلبوسی إحنا كل ما في الأمر أكون مشكلة عندنا إذا تسمح لي أستاذ مقدار تفضل عندنا مشكلة هي مشكلة مشكلة مناطقنا مشكلة هلك اليوم الناس اليوم الطالب بهذا الملف واليوم الناس تنتظر إحنا ما كان عندنا موقف اللي هو موقف نتخذه ونقول كلمة واحدة لا بالله إحنا مذبوحين وإحنا عندنا مختطفين وعندنا مغيبين وعندنا ناس أنتوا عمي تعالوا وقعدوا إيانا لو تفعلون الملف تكشفون الملف وين المختطفين لو والله إحنا يكون لنا موقف موقف آخر طيب أنا لو أشاني داخل بالعملية السياسية وتوسل أو أترجى بيهم تعال بالله شيخ كامل تناخشونا هذا الملف أو تناخشونا هذا الملف شيخ كامل الملف موصل إلى البرلمان طيب زين لو أشما هم السادة النواب اللي موجودين ما قالوا يا أبا تعال جاي إحنا لو أشما ما نفعل هذا القانون طيب ونطبق هذا القانون طيب شيخ كامل أكو نقطتين أنا لأن الوقت لستاذ يحيو وردتك وترد مباشر على موذ النقطتين النقطة الأولى هل أنتوا ما شاركتوا بالحكومة لأجل عين ملف المحتقلين والمغيبين والمختطفين والمختفين قسريا لو هم ما نطوكم وزارة لو كانت أكو إزاحة جيلية بالموضوع هاي نقطة والنقطة الثانية أنت همش أنت نائب بالألفين وأربعة عشر كان اشتغلت على هذا الموضوع تفضل هذا بقلب استاذ يحي ده أقول لك شنو بقلب استاذ يحي هسا مغارف ملتعاش ألي خلى جاوبك تفضل خلى أحكي لك خلى أحكي لك بهذا الموضوع أولا نحن بالنسبة أن تعرف أنت السيد السيد النجافي ما ما طالب الرجل تعرف هو الرجل ما يطالب بالمناصب ولا يريد منصب ولا طلب لا بزارة ولا طلب بحيث أن نريد استحقاقات وأحتقد حتى يخجل ذا يريد يروح يطالب بها ما يطالب بها هاي منتهين من عدت ومعسون طيب ثانيا ثانيا إحنا من كنا نواب تعرف أنت أكو زعامات تقعد تجتمع الزعامات ياما تجتمع اللي هي تعرف أنت زعامات السنة إحنا نقول على الزعامات السنية اللي تجتمع أنا هسا من الصير اجتماع ما يدز علي الطلب الآخر ويقول يا بأ تعال بأ الله تعال خلق النسمة من عندك المغيبين المختطفين إحنا غير أكو زعامات غير الزعامات هي لتقود 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 المكون وهي صاحب القرار مثلا أنت عندك رئيس برلمان رئيس برلمان هو اللي يقود المكون اليوم بيكون رئيس برلمان وأكون ناس هما ما بعد الكتلة السياسية الحتة أكثر عدد من النواب فهذا المفروض من عتهم في داخل قبة البرلمان أنت ما تعمل غير في داخل قبة البرلمان أما إحنا بالنسبة أنه عامو عبد الكريم وحامد المطلق كنا مع الدكتور اياد علاوي وانتو تعرفون كلكم وتعرفون وبعدين احنا تعرف انت حتشينا وطالبنا وكان مطالبتنا بهذا الموضوع المقي ما يا اخي بس ما حد يسمعنا لا ربعنا يسمعونا لا ربعنا يسمعونا ولا جهات الوقت تسمعنا وانا الخلل وانا الخلل جاوبني بس بدقيقة وانا الخلل والله يا اخي الخلل يجب على الخلل بالقيادات السمنية يجب عليها ان يكون مع اهلها مع مناطقها مع الناس اللي اتدمرت مع الناس اللي وصل بها الدمار وصل الى مناطقها اخي لازم يكون مغفف والله مواني اروح حتى في سبيل اصير وزير او اصير رئيس برلمان او اصير رئيس وزراء او اصير كذا واني الناس اللي هي حاليا ادروح شوف العوائل شوف العوائل طلوا على العوائل وشوفوها وانت عندك استاذ مغداد تعرف انت كل زين تعرف من خلال قنواتكم وراحة زارت اعتقد بعض المناطق زارتها نعم فيا اخي احنا بالنسبة ان يجب علينا ان نحدد موقفنا الموقف الوطني طيب اتجاه المناطق اللي موجودة نعم انت عاون مع السيد الكاظمي ليش الكاظمي الكاظمي يريد من عنده ان يبني دولة دولة حقيقية ان يبني دولة المؤسسات اريد من عنده لا يظل لا يظل يرجع لمرة ثانية على الكتلة السياسية وكانت السياسية والله اليوم اجتمعه اليوم اجتمعه والسنة والشيعة والشعب متدمر ليش الشعب الشيعي متدمر الشعب السنة متدمر اليوم شنو اللي حصل اليوم يا اخي طيب والله احنا شنو جميل حتى في سبيل نبقى على زعاماتنا ونبقى على مناصبنا ونبقى على كراسينة وراح نتجلب بهذا المنصب بعد ما نعوفه وصلت الفكرة السادة يحي الخلل بيكم كقيادات سنية وكنواب عن السنة خلنكون واقعين هاي نقطة النقطة الثانية ممكن ان تشكل محاكم داخلية للتحقيق في هذا الملف ملف المغيبين قصريا وفي حال اخفقت المحاكم الداخلي هل ربما تكون هناك لجنة دولية لتقصر حقاق في هذا الملف يعني همارد اروح الى الكلام اللي تكلمه الشيخ كامل طبعا بس لا هم عقب عليه هم عقب عليه ولا اتمنى على الشيخ كامل انه يغادر لانها كلمتي نظل احنا ندور في فلك واحد خلل بالقيادات والخلل معرف الشنو الخلل بينه كنا الخلل بالجميع يعني الدولة العراقية من ازهر موظف الى على موظف هي الخلل بيها وبالتحديد ايضا الخلل في القيادات التي تعاقلت على عقم العراق لا لا استاذ يحيئ اذا اسمح استاذ يحيئ فضل استاذ يحيئ الطرف الثاني الطرف الثاني راح يقول لك شي قل لك الطرف الثاني ما يقبل يفتح ملف ما يقبل يفتح ملف يقول لك انا ما افتح ملف ليش ما يفتح يعني هذا الملف يأذيني وهذا الملف راح يفرحني خلأ اقول لك بصال swipe لا لو ما نقدر نفتح ملف المغيبين لأن يفضحنا أكويج حشي داخل الغرف السياسية المظلمة لا 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 هو ما يقول لك ما قبله سيد الناعب مو يقول في داخل مجلس النواب ما صوتوا عليه ورجعنا القانون ليش رجعوا القانون مو يش رجعوه طبعا أنا كل أسباب مو يش رجع القانون الان خماقلة تاني هو الشيخ كامل القانون بالنسبة لهم هذا بالنسبة لهم راح يكشف حقاك كبيرة شيخ كامل أنا أمود الوقت لأستاذي أحيان أمود ليه يقول صورة الطرف جبهتنا قال شيخ شوف إحنا طبعا أكو ثلاثة أمور الأمر الأول الآن مثل ما قلت إحنا خلنا نغادر موضوع الجلد الذات وتكلم على بعضنا البعض وأنه فلان فشل وفلان نجح وفلان كذا إحنا خلنا نقول نحن كم مكون إحنا المكون الأضعف بالعملية السياسية من 2003 ولي حد الآن ومن البداية نحن ليس شراكة وإنما مشاركين وإقصاء وتهميش ومستمر هذا الواضح جدا على كل المستويات وبالتالي كثير من الملفات التي تهم محافظاتنا هي لا زالت غير منجزة وغير متحققة أمام الحكومات المتعاقبة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إحنا ذاتنا نتكلم على المفقودين فالدول العالمي اللي مرت بنفس الصراع اللي مرت بالعراق أفواً سواء كان الصراع الطائفي أو القومي أو المذهبي دولة عندما تضع الحقائق هذه وتعمل لحلها تشرع قوانين وتجلس وتتحاور وتتصالح ومن ثم تعمل لحل وحل حلة كل هذه القضايا ولكن بالعراق أبداً هذه الملفات لم يتم التحرك عليها بشكل جدي وشكل فعلي هذه النقطة النقطة الأخرى مثل ما تفضل جزء من كلام الشيخ كامل اللي هو بعيدنا عن السياسة هو أنه من المتورط بعمليات الفقدان أو الخطف من؟ لازم يعني نحن لازم نشخصها ونعرفها القوات الأمنية هي مسؤولة بكل أصنافها على عمليات الفقدان لأنني بالنسبة لي أنا مواطن من حقي للدولة بأن الدولة تحميني ولذلك إذا صار أي ضرر علي أو على أحد أبنائي من اللي حاسب أو من اللي مسؤول هي الدولة والدولة بكل مؤسساتها سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية أو القضائية فالدولة هي المسؤولة بالأول والأخير السلطات أغلبها هي السلطة التنفيذية لذلك أنا من أتكلم الآن أقول أنه ليفترض على سيد الكاظم هو القادة العام القوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بيده هو السلطة لذلك يجب تشكيل لجان يجب تشكيل هيئات يجب تشكيل مراكز يعني مثلا في بعض الدول اللي حدث بها مثل ما حدث في العراق وأكثر شكلت مثلا نسموه المركز الوطني لشؤون المفقودين هذا المركز يجمعون به ممكن ننشأ هيئة أيضا تخلص بهذا الوطن أنا نسقط هذا العمل مع لجنة الشهداء مع الأخ عبدالإله النائلي مع رئيس مؤسسة الشهداء وكانت هناك مسودة وإن شاء الله هذه سوف نعمل عليها إنشاء مركز وطني يهتم بشؤون المفقودين يعني على سبيل المثال شكال العدد المفقودين الآن عندنا بالعراق شكال ما حد يعرف لا ما عدنا حصاية من 500 ألف إلى مليون لا ما عدنا حصاية يعني هذا شوف أنت قلت 500 للمليون مصح أنت موهل الفرق بين 500 و المليون 500 500 ألف يعني رقم نحن يفترض أن نعرف بالعدد المضبوط بالضبط المفقودين في العراق من 2003 ولي حد الآن في كل محافظات العراق طبعا عندنا مفقودين ولكن مثل ما قلت أنه هذا العدد زاد في المحافظات المحررة أثناء العمليات العسكرية طيب أنت كنت أثناء العمليات العسكرية كنت في وقتها تجري العوائل من الأشخاص اللي جريتهم أيضا فقدوا في هاي لا هو نحن طبعا نشوف نحن ناسا مثلا بالأنبار نحن عندنا أكثر حادثين بالأنبار ومعلومة يعني مكانين هي الرزازة والصقلاوي الصقلاوي المنطغتي وأهلي وناسي وعشير نحن قرية واحدة حدود 700 واحد فقدوا أثناء النزوح وراحوا باتجاه القوات الأمنية وفقدوا حوالي 700 واحد والتقرير سيد حيدر العبادي يوضح هذا الشيء ومرسل للبرلمان ومجلس القضاء الأعلى هذا التقرير الرسمي اللي كانت هي لجنة تقصي الحقاق فثبتت هذه اللجنة عملية فقدان 700 رجل تقريبا أو 643 مسجلين في القوائم ولكن هم أكثر من 700 شخص من قرية واحدة في منطقة الصقلاوي وسيطرة الرزازة أيضا ما يختلفون عليها اثنين أيضا أثناء عبور العوائل تم أخذ الشباب والرجال وهذا ما ثبت أيضا في تقرير الأمم المتحدة ينامي فهذه حقاق أخي العزيز هذا ليس تهم أو تبني على أي جهة معينة وإنما هذه حقاق فيفترض اليوم على السيد الكاظمي وهو بدأ من خلال لقاءه واهتمامه بعوائل المفقودين يجب عليها أن يعني يصغي إلى تقرير الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي منظمة دولية وتقاريرها معتمدة وقالوا أنه ثبتنا ألف حالة بالأنبار هاي تعتبر نموذج يمكن يعمم بباقي المحافظات لا يجب على الحكومة أن تعمل إجراءات وتقصي حقائق وبحث وتشكيل لجان وتحقيق وكذا كذا لإنهاء هذا الموضوع وهذا به أبعاد شرعية وأبعاد قانونية وأبعاد دارية وأبعاد سياسية وإنسانية طيب من قعدتوا يا سيد عبد المهدي باتفاق تشكيل الحكومة فرطتوا عليه هذا الشيء؟ لا لا الكاظمي تقصد لا أقصد عبد المهدي بعدين نجيك النفس الشيء نحن كل حكومة متعاقبة هذا اللي نقدر عليه أستاذ العزيز أنا ما أتخلى مثل ما شيخ كامل دي تخلى أنا أقول كل ممثلي السنة في كل دورة في كل تشكيل حكومة يضعون هذه المطالب أمام السلطة التنفيذية أمام شركاء البلد أنت تتابعوها؟ نتابع طبعا ولكن المتابعة هي غير مجدية ولحد الآن المتابعة غير مجدية وأنا أقول لك يا هذا ما صار أكو ضغط دولي وضغط محلي ونوحد الكلمة ونبحث سوية وننهي هذه المشاكل هذه المشاكل ماذا انتهي؟ طيب الملف المفقودين كيف تقصد شيخ كامل تخلى؟ ده يتخلى شيخ كامل على المسؤولية حجة على القيادات السنية وحجة على النواب وحجة على كذا وقل بس مهتمين بالمناصب مهتمين بكذا وهذا مو هو هذا الانصاف هذا مو الانصاف شنو الانصاف؟ أستاذ أسامن نجيفي ممكن فقط كثير من موقع السياسي بسبب مطالبت الشديدة من يطالب؟ طيب شيخ كامل شيخ كامل عندك ناس مختلفة شيخ كامل شيخ كامل والله رح أطيك وقتك والله رح أطيك وقتك رح أجعل من يطالب لهم؟ شيخ رح أطيك وقتك أرجع لك شيخ هي مو ما يعني مثلا لقاءات تلفزيونية أو مطالبات تلفزيونية وحنا حتشينا وقلنا وكذا وزحنا ورحنا الموضوع هو موضوع متكامل المنظمات الدولية والإنسانية يجب أن تعمل على هذا الملف مفوضية حقوق الإنسان يجب أن تعمل على هذا الملف الوزارات الأمنية تشتغل على هذا الملف المؤسسات العشائرية تشتغل على هذا الملف الواجهات السياسية والكتلة السياسية تشتغل على هذا الملف مجلس القضاء الأعلى يشتغل على هذا الملف الجميع يعمل على هذا الملف تبقى هذا الجهود على المدى الوقت بس هذا السؤال عندي يعني أنت أكثر شخص متضرر من قضية الاختفاء القسري الشخص حكومي متمام؟ عندك سبيب أنت واحد قرابتك كلهم صحيح؟ نعم متمام؟ معناها أنت لا سب أول واحد تشتفض لا هو ملف إنساني أبو فيصل هو ملف إنساني يعني يشمل الآن اليوم المفقود بالبصرة هو هذا يعنيني والذيقار وبغداد والنينو والأنبار نتكلم على ملف إنساني ما يعني أجزأ الملف أو أخذ بمنحة آخر أقول إحنا عندنا ملف إنساني هو اسم المفقودين الذين غيبوا في العمليات العسكرية قبلها وبعدها من 2003 أو لحد الآن يجب أن نحله حتى نفته شيخ كامل أعود لك أحطيك مجال ترد وعدي سؤال مهم أحد النواب السابقين قال نصيا الطائفيين هو لازم الطائفيون لكنها مكتوب الطائفيين الطائفيون المختلقون لملف المغيبين لمصالحهم الشخصية والحزبية أو تثبيتا لهؤلاء المجرمين حقوق في مؤسسة الشهداء أكاد أجزم بأنه لا يوجد أي مغيب كما يزعم هؤلاء بل يوجد مجرمون اشتركوا مع داعش ومنهم من قتل ومنهم من انهزم خارج البلد شنو رأيكم هذا الكرام هذا لنائب سابق بدون ما أذكر اسمه هو قريب عليكم على مناطق تفرضت شيخ كان والله يا أخي يا أخي العزيز هسا إحنا بالنسبة لماذا المجرم إذا هاي الأعداد كلها مجرمة إذن ما كويش ما هذا هذا الكلام غير صحيح وكلامه غير دقيق ما كويش أعداد كلها مجرمة وكلها يا داعش ليش هو داعش داعش من شون دخل داعش ليش داعش دخلت العشائر دخلت اللي هي هاي المناطق دخلت هاي اللي راحت هسا الأعداد مالتها اللي يقول خمسين خمسين ألف خمسين ألف بالنسبة مثل ما تفضل السيد النائب الأعداد اللي موجودة هاي الأعداد هاي الكبيرة داعش دخل على هذه المناطق والناس انهزمت انهزمت إلى بغداد انهزمت إلى بغداد تخرج ما هي هلقصهم طلعت للمحافظات زين هذه اللي ومن sing هاي الاعداد العلاف هاي كلها كلها داعش يا أخي هذا الكلام هذا الكلام مو صحيح هذا الكلام هذا مو صحيح كلها الكن نحن بالنسبة بالنسبة لهذه خاني لماذا يا أخي مرات راحتل ما نقول لك يقول لك هذا الناعب اللي يحكي هذا الكلام راح يطالب راح يطالب المختطفين والمقيبين هذا اللي يحكي هسا هذا الكلام اللي اتفضلت بيه هذا راح يطالب بينما يطالب يطالب اللي هو النائب السني اللي موجود في المناطق السنية كنت طالب شيخ الله يحفظك والله ما ساكتي شيخ يريد حقه ويطالب بحقه شيخ مثل ما جت الطالبون انتوا قبل احنا الآن الطالب وزيادة هذا الناعب اللي هسا حاليا اللي يتحدث هذا ما رايح طالب يقول لك لا أنا دولا راحة ومعركة صارت واعتبرهم كلهم دواعش مو هذا هذا الكلام طيب طيب شيخ كامل هذا المو مو 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 هذا المو من محافظاتنا هذا شيخ جاوبني بدقيقتين انتهى وقتي جاوبني بدقيقتين على موضوع على السادة يحيا بنقول شيخ كامل يتخلى عن المسؤولية ويلقي باللوم على القيادات السنية تفضل يا اخي القيادات السنية هي تجتمع مع القيادات الشيعية خلنحشي مع القيادات الشيعية والكردية سوى يا دعو لا هم سوى ما تعمل لو يسوى ما حد يتزعى النواب ليش أستاذ يحيا هو يجزون عليه ويقولوا لي يا ابا تعال ناقش الموضوع الفلاني راح تقعوا القيادات وزعامات سنية زعامات سنية وزعامات شيعية وزعامات كردية يقعدون وهم بيناتهم هذا العاني اقول على هذا الزعيم السني اللي يقعد ما يقولهم يا ابا ترى عني عندي مشكلة والمشكلة اليوم واحدة اثنين ثلاثة خلي سويها طلابه لو ما العشائر خلي يقول لهم داخل الجلسة ويقولهم يريد حق ربا يريد حقان يريد حق هذا وذوله وين راحاوا وين اختفاوا شيخ كامل اسمح لي بسؤال شيخ كامل طيب داعي جانا دخل عنينا الداخل اسمح اتفضل شيخ كامل شيخ كامل الاقولاني اقولهم اخوان انتو بالنسبة لكم المطالبة تكون من الزعامات يقعدوا يقولهم يا اخوان يقعدوا بتراضي هس هي مو معركة شيخ وين قولهم يا اخوان يقول إي temen , يا انا عندي هذا الملف هذا الملف تنفذون ااذ اسمحني تنفذون والو ما تنفذون ما والله احنا ما انتو الزعاماتama اشترك عنها انت تحجا على الزعامات شيخ كامل انت حضرت قبل شوية قلت احنا تشنو ييا اياد علاوي طيب انا وفلان وفلان ابيا احنا اياد علاوي مو احد الزعامة مو كان رئيس وزراء طيب مولي حد الآن هو خلنا نقول إلى وزنه وإلى الثقلة يسوى أياد علاو لهذا الملف كلهم نفس الشيء كلهم نفس الشيء هو ده يقول كلهم نفس الشيء يقولهم نفس الشيء إذن الزعامات بهم مشكلة والأتباع بهم مشكلة والمصيبة قائمة ونسأل الله سبحانه وتعالى شكراً الأستاذ يحيى المحمدي مقرر لجنة القانونية نيابية نعب عن تحارف القوة شكراً جزيلاً لك الشيخ كامل نوافى لغرير نعب البرلمان السابق القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية كنت ضيف بغداد شكراً جزيلاً لك شيخ الله محييك الله محييك يا سنة الشكر الموصول لكم أحبتي على حسن المتابعة ويبقى ملف المغيبين والمختفين قسرياً هو الملف الأهم في كل الملفات العراقية والسنية بالأخص نشوفكم إن شاء الله لشبوع القادم هو مغداد الحميدان نترككم بحفظ الله ورعايته في أمان الله